استشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سنة أربعين للهجرة في الأربعين للهجرة استشهد أمير المؤمنين يحدثنا سيد الأوصياء قبل استشهاده قبل سنة أربعين للهجرة أقرأ عليكم من الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث التاسع عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين هذه الأسانيد التي نسميها سلاسل الذهب سلسلة الذهب الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين يحدثنا الرضا عن أبيه الكاظم عن الصادق عن الباقر عن السجاد عن الحسين عن أمير المؤمنين هذه سلاسل الذهب إمامنا الرضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا يقول أمير المؤمنين كأني بالقصور كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين هذا قبل عاشراء هذا الكلام لماذا يقوله أمير المؤمنين قبل عاشراء هل الإمام يريد أن يقول لنا بأنه يعلم الغيب نحن نقطع يقينا بأنه يعلم الغيب كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين المحامل وسائل النقل المريحة في زمان أمير المؤمنين الإمام يتحدث عن زماننا في زمان أمير المؤمنين كانت كربلاء صحراء وحتى بعد مقتل الحسين كانت كربلاء صحراء خالية وإنما تحقق هذا الأمر في أوضح صوره في زماننا أمير المؤمنين يحدثنا عما بعد 2003 هذا هو السبب الذي جعلني أذكر هذه الرواية بين أيديكم ما قبل 2003 ميلادي مضامين دعاء الإمام الصادقي صلوات الله وسلامه عليه هي التي تمثل هدف زيارة الأربعين وقلت بأن الهدف المجتمعي متحرك يتحرك يتغير باختلاف الأزمنة وباختلاف الظروف الموضوعية كأني كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق نحن دخلنا في مرحلة العالمية حتى يسار إليه من الآفاق الظروف اختلفت ما قبل 2003 شيء وما بعد 2003 شيء الهدف المتحرك سيتغير يتبدل ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطعه ملك بني صدام ملك بني مروان انقطع ملكهم ألا لعنة الله عليهم كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان أمير المؤمنين ينبهنا قبل عاشوراء وقبل استشهاد أمير المؤمنين ينبهنا إلى أن نتهيأ إلى هذه المرحلة هذه مرحلة حساسة أمير المؤمنين لا يريد أن يخبر الناس الذين حوله من أنه يعلم بالغيب إذا كانوا يعتقدون بعلمه بالغيب فلا يحتاجون إلى مثل هذا الكلام وإذا لم يكونوا يعتقدون بذلك فكيف سيثبت تحقيق هذا ووقوعه على الأرض بالنسبة لهم وهم سيموتون في زمانه أمير المؤمنين قال هذا الكلام كي يصل إلي وإليكم كي نعرف من أن زيارة الأربعين بعد 2003 هدفها المجتمعي المتحرك قد تغير هذا اللسان الذي يتحدث به الشيعة حتى حتى 2003 عن مظلومية الشيعة هذا اللسان لا بد أن يتغير نبقى نتحدث عن مظلومية العترة فقط لا بد أن يتغير هذا اللسان نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة إلى مرحلة العالمية هل الشيعة يعون هذا إمامنا السجاد أيضا هذا كلام أمير المؤمنين قبل عاشورا وهذا كلام إمامنا السجاد بعد عاشورا حينما كانت كربلاء رمالا رمالا هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة 114 إنه الحديث السادس والثلاثون إمامنا الرضا يحدثنا عن إمامنا السجاد عبر سلاسل الذهب عن الرضا عن آبائه قال قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم جميعا كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق أمير المؤمنين تحدث عن المحامل التي تتحرك من الكوفة إلى كربلاء الإمام السجاد يتحدث عن الأسواق رواية أمير المؤمنين كانت تتحدث عن شيء يقع خارج كربلاء المحامل تتحرك من الكوفة إلى كربلاء الإمام السجاد يتحدث عن مضمون مدينة كربلاء ما يجري في داخل المدينة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق عالمية هذه حتى يسار إليه من الآفاق هذه آفاق العراق وآفاق غير العراق وهذا هو الذي نلاحظه بأم عيوننا هذه أحاديث أئمتنا هؤلاء أئمتكم حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان إمامنا السجاد ليس مراسلا لقناة فضائية كي يعد لنا تقريرا إخباريا وإن كان هذا التقرير أدق من تقارير مراسلي القنوات الفضائية خصوصا الشيعية الإمام يتحدث بهذا الحديث قبل قرون وقرون لأجل أن ينبهنا إلى عظمة هدف زيارة الأربعين أتحدث عن الهدف المتحرق عن الهدف المجتمعي إمامنا السجاد يتحدث عن عالمية الموضوع حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان رجعنا إلى السياسة لأن الظروف السياسية التي تؤثر في الواقع المجتمعي هي التي على ضوئها وفي ضوئها يتشخص الهدف المتحرك لزيارة الأربعين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر